أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن وزير الخارجية الإسرائيلي جابي أشكنازي كشف لأول مرة عن شراء إسرائيل موافقة الدول على نقل سفارتها إلى إسرائيل ونقلت عن مصادر في لجنة الأمن والخارجية التابعة للكنيسة أن أشكنازي تطرق خلال الاجتماع الأخير للجنة إلى المساعي التي تبذلها إسرائيل لدفع المزيد من الدول لنقل سفاراتها من تل أبيب إلى القدس ووفقاً للمصادر فإن أشكنازي قد أكد بأن إسرائيل مستعدة لدفع الأموال لدول لإقناعها بهذه الخطوة بما في ذلك تكاليف نقل السفارة وأعمال الصيانة داخلها يشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في كانون الأول عام 2017 الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ثم نقل سفارة بلاده إليها في العام التالي ضارباً بعرض الحائط قرارات الشرعية الدولية ترجمة نانسي قنقر